لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك 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 وقرئ بكسر الحاء وهو الإسم الحج وقرئ كذلك بفتحها الحج وهو المصدر فمن قرأ بالفتح وجب عليه أن يقصد البيت ليفعل ما أمره الله به أن يفعله عند الوصول إليه في المناسك التي عين الله له أن يفعلها والتي سيأتي ذكرها وهي مناسك الحج وقد ذكر الشيخ محي الدين في أول هذا الباب أن معنى الحج هو تكرار القصد فمن قرأ الحج بالفتح وجب عليه أن يقصد البيت لأداء المناسك وهذا هو العام وأما من قرأ بالكسر وأراد الإسم فمعناه أن يراعي قصد البيت فيقصد ما يقصده البيت وبينهما بون بعيد بين المعنيين فإن العبد بالفتح يقصد البيت وبالكسر يقصد قصد البيت فيقوم في الكسر مقام البيت ويقوم بالفتح مقام خادم البيت فيكون حال العبد في حجه بحسب ما يقيبه الحق فيه من الشهود والله المرشد والهادي لا رب غيره يعني بالفتح يقصد أن يذهب للحج لأداء المناسك وأما بالكسر فيقصد أن يكون قلبه هو بيت الله فيكون هو البيت فيقوم مقام البيت أما بالفتح فيذهب أو يقصد البيت ويكون خادم البيت بأن يقوم بهذه المناسك المأمور بها ولما كان قصد البيت قصدا حاليا لأنه يطلب بصورته الساكنة لله على الناس أن يجعلوا قلوبهم كالبيت تطلب بحالها أن يكون الحق ساكنها يعني معنى الآية ولله على الناس حج البيت أن يكون أو أن يجعلوا قلوبهم كالبيت ليكون الحق ساكنا في قلب عبده المؤمن لأنه يطلب بصورته الساكن فلله على الناس أن يجعلوا قلوبهم كالبيت تطلب بحالها أن يكون الحق ساكنها كما قال في الحديث أطلبوني في قلوب العارفين بي فهذا معنى الكنز الذي في القلب أو الذي في البيت كما بينه الشيخ محيد الدين في مقدمة هذا الباب وهو الاستعداد بالصفة التي ذكر الله أن القلب يصلح له تعالى بها كما قال ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن التقي النقي ومن قرأ بالفتح وجب عليه أن يطلب قلبه ليرى فيه آثار ربه فيعمل بحسب ما يرى بحسب ما يرى من القلب يصلح له تعالى بحسب ما يرى منه في قلبه من الآثار الإلهية وهذا حال غير ذلك الحال فبالكسر يقصد الله وبالفتح يقصد القلب لما ذكرناه فبالكسر يكون قلبه هو البيت ويقصد الله في قلبه وبالفتح يقصد القلب لما ذكرناه والنعمة والله الموافق لا رب غيره لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لبيك شكرا